يا بي ان سبورت يا ناصر الخلافي مشان الله يا اهل قطر شلونا حفيظ دراجي من التعليق يا لا يا ابني البردة يا تنح يا ابني التنح القرف اللي حفيظ دراجي كان بيعمله يا جماعة مقرف الجزائر من بعد ما هددات المملكة المغربية الشريفة قلق بيقطع الكهرباء المغرب كيردع لها وكيقطع الماء هذا هو الخبر واللي منتشر على مواقع التواصل الاجتماعي ومنتشر على نطاق واسع بالجزائر حفيظ الدراجي اللي هو الطبال والشيات دي للنظام الاسكاني الجزائري اليوم كيجيبها فراسو وجاب الربحق فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متابعي الكرام اهلا وسهلا بكم مرحبا بكم في هذا الفيديو اللي كانت منى وتكونوا بخير وعلى خير وفي احسن الاحوال فالراجائي منكم كالعادة انكم تدعموا هاد القناة باللايك بالبرتاج كداليا بالاشتراك وما تنسوش كتابة التعاليق اي حاجة بسيطة وايجابية ممكن انها تدعم لنا المحتوى فعلى بركة الله نبدو موضوعنا لليوم وغد نبدو بحفيظ الدراجي ونشوفو كيفاش نشاطاء صحفيين مؤترين في مواقع التواصل الاجتماعي غاضبونا جدا من تصرفات الدنيئة والخابتة ديال هاد الدراجي فنخليكم مع واحد المقطع او من مقاطع ونتلقونا لقوع لها يا بي انسبورت يا ناصر الخلافي مشان الله يا اهل قطر شلونا حفيظ دراجي من التعليق يا لا يا ابن البردة يا تنح يا ابن التنح القرف اللي حفيظ دراجي كان بيعمله يا جماعة مقرف والله لا مش محايد انت بتعمله ده حقد وغل غير مبرر اللي سواقمت حفيظ دراجي صراحة شي كارتي ومقرف صراحة مو بس هيك متعب مرهق مزعج الاذن تلوث سمعي مش طبيعي عمري في حاجة ما تقدرت من التعليق ماتش زي ما كنت متقدر نهاردة لحد ما خلوه التريند رقم اثنين بكلمة لا لتعليق حفيظ دراجي وقع جميع يتفق انه خلاص حان وقت هتزال حفيظ دراجي ولا يحترن نفسه ويعلق زيائهم من ناس سأل الكابتن حفيظ دراجي قبل اي حاجة بتكره البرتغال بتكره ريال مدريد بتكره كريسيان رونالدو قول انت بتحب مين مشان الله مشان الله هابن سبيح حفيظ دراجي شيلوف قلنا بقى لو رونالدو سرق منك فلوس ولا سرق منك حاجة نكلمه ونخليه رجعها لك يصطح هو كريسيانو خد منك صاحبتك مشي مع بنتك يااني وضحك عليها وسابها واكل عليك فلوس انا عارف ان هو حرق بس مش للدرجاته ياخي تفضل تفضل دي كفاية ولا جب لك تاني شو كمية الكره هو الحقد على كريسيانو رونالدو انا قفتها الزمان وارجع وجالك تاني حفيظ دراجي ما عندوش مشكلة يطلع تريند على اي حاجة في اي عم هو اثبت لي ان عقله ده قد كده واثبت لي كمان حرفين ان هو عايزيلك بالتريند وخلاص اهي انك بتحب مين حفيظ دراجي بتعلق بتسلاني شكل سيء جدا جدا يعني احترم عمرك فكيف ما شفتوا الاخوان نشاطاء عبر مواقع تواصل اجتماعي مؤثرين صحفيين كاملين غضبانين على هاد الدراجي فالحمد لله العالم كله عرف هاد السيد اللي حقيقته هاد السيد واللي كيدخل سياسة في الرياضة ولكن عندوش مشكل مع شي شخص فهو كيحقد على الدولة دي لديك الشخص فهو خسو يحقد على الكل فاليوم كينسخط كبير من جماهر ديال كريستيانو رونالدو وكيطالبو من بين سبورت انها تطرد هاد السيد الخبيت ومشي بعيد الاخوان انه كره وكيستفز كريستيانو رونالدو غير لان هاد السيد دير استثمارات ضخمة في المغرب عزيز عليها المغرب كيتسارى في المغرب كيكون مسائح في المغرب وما كيمشيش للجزائر واكيد ان هاد شي اللي قلت لكم يعني بسبب المغرب اللي خلا حفض الدراجي يتهجم على هاد السيد ولكن ولله الحمد علم العالم مع من حشرنا الله بالجوار اليوم اخواني اخواتي اكبر ازمة كيعيشها العالم هي الازمة ديال الماء لكن اكبر دولة واللي عندها واحد الازمة كبيرة الشعب ديالها ملقى حتى ما يشرب هي الجزائر فكي الناس قبل العيد الاضحى ما دخلتش لهم اقترة ديال الماء وهاد شي شفنا عبر فيديوهات من داخل الجزائر فالصورة الاخوان فيديو كنت بارتاجيتو معاكم ديال اليوم ايد الاضحى للجزائريين دبحوا الاضحية ديالهم وما القوا بش يغسلو دك لوسخ ما القوا بش يغسلو دك دمايات فصراحة فضيحة من العيار تيقيل ففعز هاد الحر واللي اليوم كنعيشوه سواء يعني الجزائر المغرب موريطانيا تونس اليوم كان واحد الحر لا حول ولا قوة إلا بالله تصور ان جزائري ميدووش هاد المدة كاملة فهما ما عندهمش الماء فذكر الجغمة ديال الماء كيخلوها غير باش يشربوها باش يبقوا عايشين واليوم هاد الازمة ديال الماء ركت انتقل من مدينة لمدينة وخروج عبد المجيد يعني كذبون كالعادة قليهم ما تهزوش لهم غادين لقلكم الحل وخرجوا احتجاجات اضرابات قنوة عربية تكلموا على هاد الفضيحة قنوة عالمية تكلموا على هاد الفضيحة والقاعدة ديالهم شنو فين غادي يلسقوا الفشل ديالهم والفضيحة ديالهم اكيد كان الشمعة اللي يلسقوا عليها الفشل ديالهم اللي هي شمعة المروق فهما عندهمش مشكل وبغيين يدون خبوص بعلمبردع فخصوهم يلسقوه المغرب المغرب هو السبب ديال 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 الفضيحة او ديالك المشكل او ديالك الكاريتة واللي كان في الجزائر المروق هو اللي يقطع عليهم قليك الماء كنت بارتجيت معكم الإخوان سابقا وزيري طهر دربال من اللي يخرج وقال باللي المغرب هو السبب دي الأزمة دي المال اللي كان في الجزائر وهات الشي راه قالوا يعني في واحد منتدى عالمي تهم المغرب بالمباشر ففي إعلان راه كين جفاف كين جفاف يعني هذي حقيقة ما غديش نهربو منها المغرب حتى هو عنده الجفاف عنده الأزمة دي الماء كين الحر موريطانيا كذلك تونس كذلك ولكن كل دولة كتعرف كيفاش سير لأمور ديالها المغرب ما غديش يخرج ويرضع لهذه الهارطاقات ما غديش يخرج ويتعطى معهم لكن المغرب راه هي دولة الأفعال ماشي الأقوال المغرب أطلق مشروع لتحلية أكبر السدود الشرقية أو في الجهة الشرقية اللي كان أو السد اللي كان بتوريرت اللي هو السد محمد الخامس اليوم إخواني أخواتي الأشغال وصلت أو هذا المشروع تعليه دي لهذا المشروع دي السد محمد الخامس بجهات الشرق الذي يبعد عن مدينة وجدة بمئة كيلومتر وهو من بين الأبرز المشارع واللي أطلقتها وزارة التجهيز والماء لضمان تزويد الماء الصالح للشرب للساكينة لعدة مدن مغربية والقورة بالجهة الشرقية ولضمان استمرار النشاط الفلاحي فالمغرب مغادش يخرج ويتهم الجزائر بل المغرب ما يدكي يخدم المغرب مغادش يبقى مربع ويتفرج في الجافاف ويخلي الشعب دياله بلا ماء حين هاد النظام الخابي قادي يتهم المغرب بللي هاد الشي اللي كيدير المغرب يعني هاد تنمية وهاد السدود اللي كيبني وهاد المشارع اللي كيدير فهي مخطط قال لك اللي يضار بالمنابع ذي الماء بالجزائر وقالوا بللي مادام الجزائر أو أن الجزائر يددات المغرب أنها غادي تقطع لها الكهرباء والمغرب غادي يدير وحارضة الفعل ويقطع لها الماء فهذا هو الخبر المنتاشر يعني بيكترة في الجزائر فالمغرب رهما مساليش يتعاطى مع هاد النظام الاسكاري والأبواق دياله المغرب رهما خدام كيدرس في برامج جديدة المغرب بلد الأفعال ممساليش أنه يبقى يتعاطى ويجاوب بهذا الأمور الجفاف رهما ضار بشغيل الجزائر رحت المغرب لكن المغرب وتونس وموريطانيا ضار بزيج ديال الدول لكن كين فرق بين دولة ودولة كين فرق في التدبير لإيجاد حلول يعني النظام الاسكاري الجزائري هو مقابل البوليزاريو مقابل كيفاش يدعم البوليزاريو ما مسوقش للشعب دياله واش عنده الماء ما عندوش المغرب خدام المغرب كي يخدم بشعب دياله ما مخصوصش من الماء والهدف من هاد الأشغال او الهدف كي يقول تقرير باللي الهدف من هاد الأشغال هو تأمين تزويد الماء صالح للشرب للساكينة تطوير الإنتاج الفلاحي لحماية من الفيضانات والاستفادة من تساقطة المطارية في المغرب راه رصد 1.55 مليار درهم هاد الشي كامل تحط لهاد المشروع فالنظام الاسكاري الجزائري يكون تحط له هاد المبلغ في يديه راه ما غديش يدير بها شي مشروع اللي غدي يستفد منه الشعب بل غديدعم به البوليزاريو يشري سلاح البوليزاريو يوكل ويشرب القيادين ديال البوليزاريو فهنا كيبان دور الدولة هنا كيبان دور الدولة الحكيمة واللي كيهمها الشعب ديالها واللي كيهمها بلادها أما النظام الاسكاري الجزائري القضية الأولى ديالهم هو البوليزاريو والصحراء المغربية إذن إخواني أخواتي نكتفي بهذا القدر تحية لكم كبيرة شكرا لحسن المتابعة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اشتركوا في القناة